أضرار العضو الذكري الكبير حقيقة أم خرافة؟ السؤال عن أضرار العضو الذكري الكبير هو سؤال شائع ولكن الحقيقة هي أن حجم العضو الذكري لا يرتبط بشكل مباشر بوجود أضرار صحية الاعتقاد الشائع والأسباب وراؤه الضغط النفسي غالبا ما يشعر الرجال بحجم عضويهم سواء كان كبيرا أو صغيرا ويعتقدون أنه يؤثر على أدائهم الجنسي أو جاذبيتهم لدى الشركة هذا الضغط النفسي قد يؤدي إلى قلق وأداء جنسي أقل من المتوقع المقارنات الاجتماعية تؤثر وسائل الإعلام والمجتمع بشكل كبير على نظرة الرجال لأنفسهم حيث يتم تقديم صور نمطية عن الحجم المثالي للعضو الذكري هذه المقارنات غير واقعية قد تؤدي إلى شعور الرجال بعدم الرضا عن أنفسهم الخوف من إيذاء الشريكة قد يخشى بعض الرجال ذوي الأعضاء الكبيرة من إيذاء شريكتهم أثناء العلاقة الحميمة هذا الخوف قد يؤثر سلبا على ثقته بنفسه وعلى العلاقة بشكل عام الحقيقة العلمية الحجم الطبيعي هناك اختلاف كبير في أحجام الأعضاء الذكرية بين الرجال وهذا أمر طبيعي لا يوجد حجم معين يعتبر مثاليا أو صحيا أكثر من الآخر الأداء الجنسي لا يوجد دليل علمي يربط بين حجم العضو الذكري والأداء الجنسي العوامل النفسية العاطفية والصحية العامة تلعب دورا أكبر في تحقيق المتعة الجنسية المشاكل الصحية قد يعاني بعض الرجال من مشاكل صحية تؤثر على حجم أو شكل عضوهم الذكري مثل الانحناء أو التشوهات الخلقية ولكن هذه الحالات لا ترتبط بشكل مباشر بحجم العضو ما هي المشاكل الحقيقية التي قد تواجهها؟ القلق والتوتر كما ذكرنا سابقا قد يؤدي التركيز الزائد على حجم العضو إلى القلق والتوتر مما يؤثر سلبا على الحياة الجنسية والعلاقات صعوبة في العثور على ملابس داخلية مريحة قد يجد بعض الرجال ذوي الأعضاء الكبيرة صعوبة في العثور على ملابس داخلية مريحة تناسبهم مشاكل نفسية في بعض الحالات النادرة قد يؤدي الحجم الكبير للعضو إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب وانعدام الثقة بالنفس نصائح هامة قبول الذات من المهم قبول حجم عضوك الذكري كما هو وعدم مقارنته بأي شخص آخر التحدث مع الشريكة إذا كنت تشعر بالقلق بشأن حجم عضوك فتحدث مع شركتك بكل صراحة وشفافية الاستشارة الطبية إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية تتعلق بعضوك الذكري فلا تتردد في استشارة الطبيب العلاج النفسي إذا كنت تعاني من مشاكل نفسية مرتبطة بحجم عضوك فقد يكون العلاج النفسي مفيدا في النهاية يجب أن نتذكر أن الثقة بالنفس والتواصل الجيد مع الشريكة هما أهم عوامل تحقيق المتعة الجنسية